فقال مسؤولان أمريكيان أمس أن القذائف التي أطلقت باتجاه قاعدة جوية أمريكية في حقل للغاز بمحافظة دير الزور السورية لم تصب المنشأة وفي وقت سابق قال مصدر أمني أن جماعات مسلحة استهدفت القاعدة بست قذائف سقطت جميعها في محيط القاعدة الأمريكية مضيفا أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة رد على الهجوم بالمدفعية